نجحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمشاركتها في فعاليات معرض آيمكس الذي أقيم في مدينة فرانكفورت بجمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحدا من بين أهم المعارض التجارية العالمية الرائدة في مجال الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات وصناعة سفر الأعمال مشاركة مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومركز البحرين العالمي للمعارض كانت قد توجت بالفوز بجائزة إذنسيوم العالمية للابتكار 2021 في فئتين من فئات الجائزة المرموقة وهما فئة المبنى الجديد وفئة الفائز الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من على أرض جمهورية ألمانيا الاتحادية وتحديدا من مدينة فرانكفورت باعتبارها العاصمة الاقتصادية لها وسمت البحرين نفسها كوجهة سياحية تستحق التجربة والعيش بتفاصيل الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تنظمها على مدار فصول السنة وحتى لاكتشاف المواقع والأماكن التاريخية التي تضمها والتي تعكس عمق حضارتها العريقة الضاربة بعمق جذور التاريخ التليدي لحضارة دلمون من وسط أوروبا قدمت لؤلؤة الخليج سياحيا كمملكة تقع جنوب غرب آسيا وسط الخليج العربي عبر مشاركة فاعلة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض ايمكس الذي احتضنته مدينة فرانكفورت الألمانية لمدة ثلاثة أيام والذي يعتبر أحد أهم المعارض التجارية العالمية الرائدة في مجال الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات وصناعة سفر الأعمال إيمانا منا بأهمية هذا المعرض فنحن اليوم بهيئة البحرين للسياحة والمعارض نشارك في معرض ايمكس المقام بجمهورية ألمانيا وهو أحد أهم المعارض الدولية المختصة بصناعة الأعمال والاجتماعات والفعاليات المشاركة البحرينية في المعرض كانت قد برزت بجناح خاص ضم الناقلة الوطنية طيران الخليج إلى جانب وجود عدد من منشآت القطاع الخاص من فنادق وشركات سياحية منحها الفرصة لتقديم ذاتها والتعريف بأحدث خدماتها والعروض التي تقدمها للسياح والزوار الراغبين بزيارة مملكة البحرين لاكتشافها عن قرب أنا مندحشة لقد أحببت هذا التصميم واعتقدوا أن المركز سيكون جميلاً ومختلفاً عن باقي المراكز التي تعنى بتنظيف المعارض والفعاليات المختلفة وأنا على يقين تام بأن البحرين قد نجحت في مشاركتها في هذا المعرض من خلال التعريف بها كمقصد سياحي نموذجي أردنا من خلال مشاركتنا أن نبين للجميع ما نمتلكه في البحرين والتي تعد وجهة سياحية رائعة بكل ما تضمه من صور الأصالة والتاريخ الممتد نحن ندعو الجميع لزيارة البحرين لرؤية أدق التفاصيل وعيش التجربة السياحية عن قرب مشاركة توجت بحصول البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومركز البحرين العالمي للمعارض باعتباره المركز الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط على جائزة إيفينتسيوم العالمية للابتكار 2021 في فئتين من فئات الجائزة المرموقة في فئة الممنى الجديد وفئة الفائز الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما نيل الجائزتين عن جدارة واستحقاق إلا دليل ثابت على ما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة متقدمة بقطاع السياحة والسفر وذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكومية الهادفة التي ساهمت في وضع المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة على خارطة السياحة العالمية إن مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مثل هذه الفعاليات السياحية الدولية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز مكانة البحرين على خارطة السياحة العالمية وتعزيز تنافسية القطاع السياحي في البحرين عبر التعريف بمختلف المقاصد السياحية في المملكة وجذب المزيد من السياحة الدوليين وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026 ترجمة نانسي قنقر